على خطى الشركات الأمنية الخاصة التي تستعين بها الدول والشركات لحماية مصالحها يؤسس الجولاني مشروعه الجديد في إدلب بتجهيزات عسكرية حديثة وطائرات من دون طيار من أجل حماية مصالحه الاقتصادية أو المشاركة في أي مهمات قد تطلبها دول لدعم جبهاتها القتالية إضافة إلى منع التجنيد العشوائي من قبل المجموعات المسلحة الأخرى مقابل عوائد مالية ضخمة مصادر الميادين في إدلب أكدت أن هيئة تحرير الشام أخلت معسكراتها من كل المقاتلين غرب المدينة لتتحول إلى معسكرات تدريبية لعناصر الشركة الأمنية الجديدة الذين يبلغ عددهم في المرحلة الأولى نحو ألف مقاتل وستكون للشركة هيكلة تنظيمية منفصلة عن الهيئة إضافة إلى سجلات مالية وعسكرية خاصة لا علاقة لها بالتنظيم وتتبع بنحو مباشر لقيادة الجولاني وقد يكون الجولاني قد وجد في شركته الجديدة ضلته في ترتيب وضع المجموعات الأجنبية وتنظيم شؤونها من خلال فتح باب الدخول إلى الشركة والانضمام إلى معسكرات التدريب ضمن شروط محددة إلى جانب المسلحين المحليين من ضقية الفصائل أو من الهيئة نفسها الشركة بحسب المصادر ستكون نشطة خلال ستة أشهر من دون أي معلومات حول الرواتب المحددة التي سيتقاداها القياديون والعناصر حتى الآن أو حتى عن مصادر التمويل وبهذا يعيد الجولاني تشكيل فصيل مسلح جديد تحت مظلة شركة أمنية تتيح لها القدرة على استقطاب عناصر من مجموعات أخرى لتفريغها من مسلحيها وأضعافها والتحكم في عمليات التجنيد التي باتت تدر أموالا كثيرة مع انعدام مصادر تمويل خارجية وضعف عائدات المعابر تبدو الشركة الأمنية التي يؤسسها الجولاني مدخلا جديدا قد يتحول إلى فرصة للحصول على بدائل لتمويل افتقده منذ وقت طويل من رعاته الأساسيين وللسيطرة على سوق الارتزاق للمجموعات المسلحة الذي باتت إدلب إحدى أهم ساحاته في المنطقة ديماناصيف دماشق الميادين